السلام عليكم طلبتنا طلبة المرحلة الأولى قسم تقنيات التمريق طبعا بالأسابيع السابقة تكلمنا عن البيتال سانز العلامات الحيوية وتكلمنا عن جزء الأول من العلامات الحيوية اللي هو بودة تمبرايتشر حرارة الجسم والبالس النبض تكملة العلامات الحيوية اللي اشتغلنا عليها طبعا بالجزء العملي هي الراسپايراشن عن بلد بلد برجا طبعا كرعاية تمريضية احنا رح نتكلم مو فقط فحص للجهاز التنفس رح نتكلم كذلك رعاية تمريضية او تقييم تمريض للجهاز التنفسي خاصة هدوزئي رح يساعدكم كثير بالنسبة لهذه فترة بجأحة كورونا وغيرها لازم تكون ملمين باجزاء الجهاز التنفسي ملمين بالنسبة لفعاليات الجهاز التنفسي فالراسپايراشن التنفس جاي اقرأ لكم مثل ما نقوله بصورة متقطعة حتى توصل المعلومة بشكل صحيح وتفهمون طريقة اللفظ لانه عدكم كثير لفظهم مو صحيح الراسپايراشن هي العملية اللي تقوم بيها تبادل الاكسجين ثاني اكسيد الكارمو نورمال بالادلت معدل التنفس عند البالغين من 14 الى 24 لكل دقيقة بينما بالإنفانت الرضع من 24 الى 34 لكل دقيقة عندنا نوعين من التنفس عندنا الانترنال رسپايراشن والإكسترنال رسپايراشن الانترنال الداخلي هي عمليات تبادل الاكسجين الى الدم available to sell ينطي للخلايا الجسم والثاني اكسيد الكاربون remove from tissue into blood الثاني اكسيد الكاربون رح يزال من الانسجة الى الدم الاكسترنال رسپايراشن delivery of O2 تبلد رح يرسل الاكسجين الى الدم and remove CO2 ويزال ثاني اكسيد الكاربون nuts أو nuts in observed رسپايراشن الامور اللي لازم نلاحظها خلال ملاحظة جهاز التنفس او التنفس rate والdepth والvolume rate المعدل depth الامق والvolume الحجم اكو ناس تتنفس بأمق اكو ناس تتنفس سطحي شالو اكو ناس تتنفس من الاضلات البطن تحس تنفسها بطني abdomen اكو ناس تنفسها ثوراسك صدري فلازم نلاحظ هذا الشيء rate معدل التنفس اذا كان سريع يعرف الشخص انه كان يركض او هو مكان قاعد وما يتحرك وتنفسه سريع depth الامق خاصة بالنسبة لمصابين كورونا معدهم تنفس عميق لانه يصير انسداد بالقصبة الهوائي اجزاء الجهاز التنفسي طبعا انا ما اطلبها من قدكم كمادة اساسيات اطلبوها من قدكم اساتذة التشريح واساتذة الفسلجة بس انا هنا كمخطة توضيحي مبسط للجهاز التنفسي حتى تلاحظوه لما راح نتكلم عن اجزاء الجهاز التنفسي او عن التنفس بشكل عام قدنا من التعاريف اللي راح تلاحظوها اللي هي التعاريفة التعاريفة هنا انا ما اطول عليكم بالشرح حتى ما ادوخوا البولي ببيني قلنا البولي متعدد المعدل التنفس راح يزداد الهايبر بنية الهايبر قلنا ارتفاع ايهايبر ارتفاع يزداد امق التنفس الفيزيولوجي الفيزيولوجي فسلجة التنفس بالبداية الفينتاليشن الثانية الكمبلانس الثالثة الدفيوجين والرابعة الاكسجين هيموغلوبين ديسوشييشن كيف هذي حتى نقيم جهاز التنفسي فسلجيا عدنا هذي الاربع امور اللي هي الفينتاليشن الكمبلانس الدفيوجين والاكسجين هيموغلوبين ديسوشييشن كيرف الريسبايراتاري دفينس ميكانيزم الميكانيكية الدفاعية للجهاز التنفسي اللي هي الفلتريشن أوف اير الميوكا سيلياري كليرانس سيستم الكفرفليكس طبعا منعكس يسمونه منعكس السعال كلش مهم دائما احنا لما يصير عندنا نستنشق غبار غيرها رأسا شي يكون عندنا او دخان رح يصير عندنا كفرفليكس رفليكس برونكو كونستركشن تقلص القصبة الهوائية الفيولار ميوكو ماكروفاج او الماكروفاج الخلايا البلعمية الموجودة بالاسناخ او بالحوصات الهوائية مثل ما راح تلقوها طبعا بالترجم هذني كميكانيكية الدفاعية الله سبحانه وتعالى خلاقها بالجهاز التنفسي موجودة طبيعيا وكل اجهزتنا التنفسي بس تتفاوت بين شخص وشخص لهذا تشوف اشخاص تلعفوا يصير قدهم زيادة بالتحسس للغبار الغبار غيرها اكو اشخاص لا تلاحظ قدهم جهازهم التنفسي يكون قوي يتحملون خاصة الاطفال اللي ينوالدون بشهر السابع من الحمل يكون جهازهم التنفسي كلش ضعيف ما يتحمل فالماكروفاج او الخلايا المناعية خلال الشهر الثامن من الحمل هي اللي تتواجد بال تدخل للجهاز التنفسي رح تمتلئ الرأى بالسوائل حاوية على الخلايا اللمفية طول الشهر الثامن لهذا الطفل اللي ينوالد بالشهر الثامن نسبة انه يقيش قليلة لان الرأى رح تكون ممتلئة بالسوائل الحاوية على الخلايا اللمفوية هي واحدة من الاسباب اللي سبب وفاة الجنين خلال ولادته بالشهر الثامن من ينتهي الشهر الثامن؟ تقريبا اسبوع او عشر ايام قدروها الاطباء سواء الكلها رح تنتص او تختفي من الجهاز التنفسي ورح تبقى بس الخلايا اللمفوية او خلايا اللمف اللي هي البيزوفيل صغير هذاني اللي درستوهم طبعا بالفصلة جاء متأكدة او بالمستقبل رح تاخنوهم ان شاء الله دفرانشيال هالاسبوع نطبع هون يتنزل فهو هذا اللي ينطي المناعة الاطفال اللي يوندون بالشهر الثامن تكون مناعة جهاز التنفسي ضعيفة هذا اللي اريدت اذكره لكم الريسبيراتري سيستم اسسما تقييم الجهاز التنفسي انت كممرض شان تقييم الجهاز التنفسي سيستم اسسما تقييم الجهاز التنفسي لدينا طبعا اربع اجزاء اول شي الانستركشن أوف فوكيوزال اجزامنيشن أوفذة كاردياك غاسترو انتستاينال نيورولوجيكال سيستم لدينا اعازات الغاسترو انتستاينال قلنا اذا اول شي الجهاز القلبي فحص القلب فحص الغاسترو انتستاينال المعادة المعاوي وفحص نيورولوجيكال سيستم الجهاز العصبي اثنين السيستميك ميثود طريقة الجهازية of collecting both subjective and objective data will guide the healthcare clinician to make healthcare environment رح نانا يقيمها على اساس guideline او اساسيات رح يوضعها اثناء فحص المريض وطريقة معيشته بالبيئة المحيطة بي the health exam is the chance to explore patient subject and objective and objective signs screen for disease and identify risk for future medical problem رح هنانا نقيم الجهاز تنفسي على اساس شنو؟ على اساس السمبتوم العلامات اللي رح نلاحظها والسكرين for disease رح نتأكد من الامراف اللي مصاب بيها مثل ما جاي اللاحظ خلال فترة الاخيرة جاحت كورونا الاشخاص اللي يصابون بالفيروس رح تكون ادهم بعض المضاعفات وبعض الحالات اللي تستمروا وياهم العفو فرح على هالاساس الاطباء يقيمون وخاصة الاخطار اللي رح تكون مستقبلا ممكن تتولد عن هذه الاصابات التكنولوجي for disease detection is continually improving التقنيات الامراض هنانا اللي تتحدد clever physical assessment طبعا هذا الفحص اللي يكون ذكي طبعا may lead for fewer unnecessary غير ضرورية لانا رح قدنا بعض التقييمات الفسلجية العفو الفيزيائية رح تكون غير ضرورية للتشخيص غير ضرورية لهذا احنا ش رح نستخدم رح نستخدم diagnostic test اللي تكلمنا عنها بمحاضراتنا السابقة عن increased patient status faction هذي الامور اللي لازم يلاحظها الفاحص in addition many clinical signs cannot be fully appropriate appreciate without physical assessment عندنا بعض العلامات بدون ان نقوم بالفحوصات او التقييم الفيزيائي رح سنأكدها واذن السري 2 recognize individual change and ultimate improve patient outcome رح تحددها من خلال بعض الامور المعينة لاحظها سنأعرف الحال المرضية الفلانية الموضوع الثاني اللي رح نتكلم عنها اللي هو blood pressure is the pressure of circulating blood on the wall of blood vessel هو ضغط الدم الذي يدور بالاوعية الدموية واللي يؤثر على جدار هذه الاوعية most of this pressure is due to work the heart by bumping blood بسطة ضخ الدم through the circulatory system وتكلمت قبل بالمحاضرة الفاتت قلت لكم انه جهاز الدوران يتكون من الدم القلب والاوعية الدموية فهنا تأثير دوران الدم وضخ القلب للدم بالاوعية الدموية هو اللي يسببنا او يكوننا blood pressure blood pressure is usually expressed in terms of the systolic pressure طبعا طلبت منعدكم بالمحاضرات العملية تبحثونا عن systolic والdiastolic ولا واحد منعدكم تذكر هالشي وحاول يبحث فعني حبيت اذكرها لكم systolic pressure maximum during one heart beat أعلى معدل خلال نبضة واحدة أو نبضة قلبية واحدة هذا systolic pressure على هو قياس blood pressure over systolic على dyastolic طبعا رسامتها لكم على الصبورة بالمختبر dyastolic pressure هي minimum in between two heart beats اقل مستوى اقل مستوى بين نبضتين والدياستوليك بالمليمتر زئبقي فلما نجي نقول بلد برجر شنو وحدة القياس ما الا وحدة قياس بس السيستوليك بالميركوري زئبقي مليمتر ميركوري زئبقي مليمتر زئبقي ودياستوليك كذلك بالمليمتر الزئبقي فأي وحدتين وحدة القياس احنا راح تنحذر ك بلد برجر بشكل عام بدون وحدات in the short term بلد برجر is regulating bronco septer او baroreceptor لافو which act via the brain to influence the nervous and the endocrine system اللي يسيطر على على آلية عمل او ينظم البلد برجر هو baroreceptor baroreceptor هذي موجودة بالbrain الدماغ اللي تداخل عملها ويا ال endocrine system البلد برجر the difference between systolic and diastolic فلما نسأل عن البلد برجر شنو هو هو الاختلاف بين السيستوليك الضغط الانقباضي عفو الانبساطي وهي الضغط الانقباضي الضغط الانبساطي الهايبر tension هايبر ارتفاع فارتفاع الضغط او يسموه البلد برجر مية وعشرين على ثمانين وان هندرد تونتي بير اتي الهايبو تانشن انخفاض هايبو البلد برجر بلو افرج افرج يعني المية وعشرين على ثمانين النورمال ليفل اوف بلد برجر اسكلت نورمو تانشن المستوى الطبيعي للضغط اللي هو مية وعشرين على ثمانين او من نسبة جسمكم انتو كثير من قدكم لما انفحصت لكم البلد برجر لاحظنا انه هدعش على سبعة او مية وعشر على سبعين هذي اش تعتبر تعتبر النورمو تانشن الضغط الطبيعي لونج تيرم هايبر تانشن اس ريسك فاكتر فور ماني ديزيز دائما الارتفاع بالضغط الفترات طويلة رح يسبب لنا خطر لعدة امراض اللي تضمن الهارد ديزيز امراض القلب الستروك عند الكيدني فيلر الهارد ديزيز قلنا مثل جلطات القلبية وغيرها واحتشاء بغضلت القلب الستروك هو اصلا احتشاء الكيدني فيلر فشل الكلة لونج تيرم هايبر تانشن از مور كامن دان لونج تيرم هايبو تانشن الارتفاع بالضغط اكثر انتشار من انخفاض الضغط which is usually only diagnosed when it's caused سمبتوم احنا هنا بالحالات العادية من اعتمد على السمبتوم بشكل دائم بس اللاحب بعض العلامات اللي هي من اتها الصداع الاشخاص اللي يرتفع ضغطهم بشكل كبير يصير عدهم رعاف او نزف بالقوية الدموية الشعرية بالانف الاشخاص اللي يصير عدهم حالات الم منطقة الرقبة الخلفية والاكتاف هذه كلها ادل على ارتفاع الضغط او انخفاضه فاحنا دائما اكثر شي هو قلنا الارتفاع بس احنا نلاحظ على اساس العلامات وياها الاكيد والاهم هو قياس الضغط الاوامل اللي تحافظنا على الضغط الدم نتاج القلبي مقاومة البريفيرال اذكر يعني حسب الترجم طبعا هني ما ترجم البريفيرال مقاومة الاوعية الدموية المحيطة the quality of blood نوعية الدم قلنا اذا زادت لزوجة الدم رح يزداد البلد برجا المحيطة والفيزقوزتي وقلنا الاشخاص اللي يعدهم تصلب شرعي سرعتهم مداخلات البلد برجر اتمنى تكون محاضرتنا واضحة طلاب اثناء المحاضرة واني القي المحاضرة الميت رح اسأل اي طالب اختاره حتى لو ممتحنوا حتى لو ما اخذ درجة زينة رح اسأل اي طالب فركزوا على حضوركم الميت على اساس القوائم اللي نشرتها لكم حتى ماكو احد يقول ست ضاع حقي هذه النقطة الاولى اكد عليها اي طالب اسمه ما موجود فيدخل ويا القروبات البقية ليش المجموعة الاولى تدخل على الميت مية واي طالب يخرج رأسا يدخل مكانه طالب بينما المجاميع البقية ما وصلت واحد وصل ثمانية وستين اعلى شيء والثاني ثمانية وثلاثين الى ثمانية واربعين فقط رح احاسب على حضور الميت وتسجيل الحضور رح يعتبر نظري عملي يعني اربع ساعات غياب اذا واحد اجا الفصل يقول انا قاعد بالبيت وتريدون من اندي انفصل غياب ايه تنفصل غياب تعرف ليش؟ لانه انت ما جاي تحضر المحاضرة ولا جاي السجل حضور ولا جاي مثل ما نقول اتواكب دراستك خلوها ببالكم كل شي بالحياة حقوق وواجبات مثل ما لكم حقوق علينا نمطيكم محاضرة وننزلها بيدي اف وننزلها فيديو ونرجع نشرحها بالميت عليكم واجبات واجباتكم انه سجلون حضوركم تناقشون واستئلون واحنا علينا نحضر لكم كل شي ونجاوب وشنو اللي تريدونا موجودين وياكم بقى منال الكورس الثاني ان شاء الله كل شي ينتهي وترجعون تداومون لاتكيفون بالقاعدة بالبيت اتمنى لكم الموفقية وان شاء الله التقيكم الثلاثة على خير شكرا لحسن الاستماع موسيقى موسيقى